نيابة عن سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة كرم سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد سعدت السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك لجهوده المبذولة ومشاركته ضمن أعضاء مجلس تحكيم جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الحادية والعشرين وقد تسلم سيد محمد القائد الميدالية الفضية من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخ عيد الصباح وذلك تقديرا لمشاركته الفاعلة للمرة السادسة في مجلس التحكيم بالجائزة